السلام عليكم يا الحبيبات يا الغاليات كده يريد لبس عليكم كل شي بخير ان شاء الله فين ما كنتوا تكونوا مزيانين يا ربي يوايا الحبيبات يا التلفت في العشاء ها نجبت لكم واحد الوجبات يا العشاء خفيفة وبنينة بزف بزف غضيت حماقوا عليها لنتو مالوليداتكم وسهلة مهلة من الوجبات الصيفية اللي يعجبونا بزف فتابعوا معي الفيديو حتى الاخير وعنده كنت بخلوا عليها خليوا لي واحد جيم بخسرتوا وقالوا يلا ديروا جيم ونقولوا باسم الله على بركة الله الوجبة ديانا عبارة على كريب معمرين وكيجوا في الفران هائلين بالنسبة للعجينة ديال الكريب غادي نحتاجوا فيها جوج حباس ديال البيض كأس كبير ديال الحليب مايو عادل 250 ميليليتر يعني الكأس هكذا لتعلمه جوج معا القكبار ديال الزيت واحد الرشا ديال الملح واحد الرشا ديال الفلفل الاسود عادي نخلط هاد المكونات بالفوي بغيتوا تديروا بالفوي العادي بغيتوا تخلطوا كل شي في المولينيكس خلطوا كل شي في المولينيكس دي ما تبغي سهلة فهنا يوم اللي يخلطوا بزيت عليهم كأس كبير ديال الدقيق نفس الكاس اللي عبرتوا به الحليب هو اللي عبروا به الفارينة كاس حليب كاس فارينة بالنسبة اللي تبغي العبار بالميزان 200 جرام ديال الفارينة وغرب لوها وضيفوها وخلطوا مزيان مزيان حتى ما يبقوش بين الكوتل تماما خليو الخالط يروبوزي واحد الخمسة دقيق وبديو كطيبو لكريب ديالكم انا استعملت هاد الحجم في الميقلات ديما الميقلات ديالكم تدهنوا هادهنا خفيفة بالزيت وخويو الخالط ديال الكريب ديالكم بهاتطريقة وزعوه كامل على الميقلات وديروه على النار كي يطيب نار متوسطة وحضيو معاه ينفوي بلكم الكريب بالدغء مع الجناب كي يتحيد من الميقلات صافي كتشدوه وكتقلبوه من الجهة التانية كتخليوه شوية يحمار ومبعد كتحيدوه مباشرة من تحيدوه كتحطوه في واحد المينديل او سربيتة تكون نقية وكتغطوه وهو سخون ما تخليوه شعريان باش هكذا كي يبسلكمش ومبعد كتقدرو تشكلوه كيف ما حب الخاطر فغادي نستمر حبيباتي تنكمل كيمية اللي عندي بالنسبة لهذا الخالط اللي اعطيتكم غضي يخرج لكم تمانية تمانية ديال الحبات نتعليك خب في هاد الحجم هذا فبالنسبة للحوشوه درت هنا يا حبة بصلاة كبيرة مقطعة وستعليها فلفلة وحدة مقطعة ممكن تستعملو خضر ممكن تستعملو فلفلة الوان اللي حب الخاطر ضفت عليهم ثلاثة ديال المعالق ديال الزيت وخليتهم كيتقلو حتى كينزلو او يدبالو هنا بالنسبة لي اضفت شوية ديال لاداند هاكا قطعتهم مربعات صغيرة لي اكيد ممكن تعوضو باي نوع من اللحوم حب الخاطر وكذلك ممكن تديرو الطونة إلا ما بغتوش تديروها كدجاج ولا لاداند ولا مثلا كفتا ولا تقدرو تديرو الطون خليت هادا كدجاج كيتقل عاد بديت ندير التوابل دائما كنقول لكم جا ما يديروا التوابل من تكونوا تقلو في اللويل باش ما يتحرقو لكمش تتقلو المكونات ديالكم عاد ديرو في التوابل درت الملح شوية ديال فلفل اسود شوية ديال خرقوم فلفل احمر ثوم بودرة والقصبور مجفف ممكن تستغنو على الثوم بودرة وديرو مبلستها وحكو ديال او حد الفصل ديال الثوم طريا يتقللكم عالبصلة خلط هادتوابل مع هاد لاداندول مكونات الاخرى اضافة اخيرة ضفت شوية على الجبل المبشور اللي كيبقى اختياري اكيد ولا اضاف واحد القطعة من الجبل المثلت هكا باش كييعطي واحد الضوء زويون سوفيو غاد نتفعل الحشوة ونخليها كتبرد هادي نحتاجوا لبنت الواحد السوس ان قدي تختارو اما تصاوبوا انسوس بلونش انسوس بشامل ولا تصاوبوا سوس طومات صاوبوا لاسوس طومات انا غدا ندير هاكا تعجبني هاد الوصفة بلاسوس بلونش يعني لاسوس بشامل فانا شنو اضعت اضعتنا رأيها Luca ديالزيت فوحد الكاسرونه نورمان مو نضير الزبدة و لكن ما عنديش فالدار فىضعتنا بلاسطت هادزيت وراها كاتجيت هاتزيت كاتجيزوينه غير زبدك يكون لديه احد الماضقي احسن فضرتنا ايا اما دييروا معلقة كبيرة زبدة ولا دييروا جوج معلق زيت ديالزيت خليتها سخنة ضفت عليها معلقة كبيرة فارينة خلطهم مع بعضياتهم انبعد ضفت عليهم كاس كبير و نص ديال الحليب كاس كبير و نص ديال الحليب شوية ديال الملحة شوية ديال الفلفل الاسود سوف يبقوا و تخلطوا حتى كتبلكم بالذات كتقلكم هنا تقدروا تكتافي و عند هاد النقطة هذي ولا تقدروا تضفلها شوية ديال الجبن اللي كي تولي عندكم إنسوس فقوماج كتجيزوينة بزاف أنا غضي نضفلها شوية ديال الجبن المبشور ممكن تعودوه بجوش قيطة انتع الجبن المثلت ولا ثلاثة كتعطاكم واحد المعداق رائع سوف يخليت هذيك اللاصوس كتقال و كيدوب ذاك الفروماج و كتطفيو عليها و كل شي را عدنا جاهز بركي غديمشي و نعمروه هذو كليك خيب اللي صاوبنا فكتشدو هكا حبة ديالك خيب هالطريقة عادي كتشدو هذيك الحوشو اللي صاوبنا كتحطوا واحد الكيمية بالنسبة لي غدي نديرهم على شكل هكا دي سيقار ممكن يلا بغيتوا تعمروهم بالحوشوه في الواسط و تطويو على ربعه يعني يجيوكم مربعه ذاك شي دائما يبقى اختياري فكيما شتو عمرت الحوشوه و طويت الجوانب و بديتك نلوي فيها على شكل سيقار بهذا الطريقة هذي طريقة سهلة مهلة نعودو مرة اخرى كنشدو الحوشوه و كنحطوها في هذي الجانب هذا كنطويو الجوانب بهذا الطريقة و نلوي السيقار سنكمل بهذا الطريقة الحبيبات حتى نكمل هذو التمانية كاملة اللي عندي باش نمشي و نطيبوهم فهنا اياه غدي نشدو اي صينيه دي الفران عندكم شوفو الصينيه اللي غدي تهزلكم عدد الكريب اللي راوكم صاوبينهم فهنا يدر الطبقة من اللاصوس فروماج اللي صاوبناها مع بادياتنا و غدي نشد هذو الكريب اللي صاوبتهم و غدي نستفهم فهدي كصينيه و فوق هذي كلاسوس اللي صاوبنا بهذا الطريقة هذي كجي فينا البناز غزالة و غزال غزالة و بنينا بزاف هكه في العشاء كجي هائلة من اللي كما تشوفو صاوبت الكيميه اللي عندي غدي نشد هذي كلاسوس كاملة اللي بقت لي و غدي ننزلها من فوق الكريب بهذا الطريقة هذي كنغطيهم بهذا الشكل هذو و كلاغانيه مش بيعه هائلة سوفي اخر لمسه ضفت فيه انتع الجبل المبشور غدي نسخي الفران دي جا عدنا كل شي طايب غدي نسخي الفران غدي نخليها واحد عشرات دقيق في الفران يتبخ مع هذي كلاسوس بشامل يتبخ معهم من بعد غدي نحمر لها الوجه ديال هذي كلافروماج ديالنا يضوب و كيكون هذا هو الشكل نهائي ديالها حبيباتي كيفاش كدجي محمرة وريها ما نحكي لكمش كدجي يا سلام و البناب لما نعود لكم بنينا بنينا فكتحيدوا هاكا كما راكو تشوفو كتحيدوا لي مرسولكو بغيين لحسب كددي لهم في الطبيسيات هاكا كدجي رائعة و غدي اكيد نحلكم شي وحيدا نديما مولي لفاكم خصني نوريكم تمل داخل حاجة كي جات باش مين تديروها تكونوا مرتاحين فانا هاكا مي كان بغيين تفرض شي وصفة ولكن يعجبي نشوف النتيجة نهائية كيفاش باش نكون مقتنعة انا اللي نجرب الوصفة فاشوفو كيفاش كدجي بنينا بزاف نتمنى تعجبكم حبيباتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى اللقاء اشتركوا في القناة